الآن جولة مع شبكة مراسلي الحرة وأرحب بمراسلية الحرة هيشام بورار من البيت الأبيض وأيضا خليل بن طويلة من واشنطن وكذلك معي توني نداف من نيويورك مرحبا بكم جميعا هيشام بورار أبدأ معك وزيارة الرئيس الأمريكي إلى الغرب في الولايات المتحدة ماذا عن آخر أخبار هذه الزيارة وتبعا حيدر بعد قليل نشاهد الرئيس الأمريكي يلقي كلمة من منشأ لإنتاج أبراج لإنتاج قطقة الرياح في إطار هذه الجولة اليوم قدته إلى ولاية نيو ميكسيكو في البركلي الرئيس الأمريكي هناك في هذه المشاهدة تحدث عن ما أنجزته إدارته وأيضا الخطط التي وقعها لسيما خطط مكافحات التضخم والتي تضمن جزءا كبيرا من المخصصات المالية للطاقة النظيفة والطاقة المتجددة بجميع أشكالها ولاية نيو ميكسيكو انتخابيا هي تقع في الخانة الديمقراطية تاريخيا لكن الرئيس الأمريكي يحتاج إلى التذكير بهذه الإنجازات في هذا الموسم الانتخابي الذي بدأ يحتدم لسيما على الجانب الجمهوري الرئيس الأمريكي من هناك سيتوجه إلى ولاية تيوتا أيضا الجمهورية وهناك يحتاج إلى الحديث عن الإنجازات الاقتصادية النجاحات الاقتصادية التي حتى الآن استطلعت الرأي تشير لأن المواطن الأمريكي العادي لم يشعر وفقا للأرقام بفوائدها ومزاياها وأنها تقتصر فقط على مؤشرات كبرى وعامة للاقتصاد سواء فيما يتعلق بمعدل التدخم ومعدل البطالة والنمو هنا في البيت الأبياد اليوم أيضا البيت الأبياد رأى أن من الضروري أن ينفي صحة ما ولد في صحيفة ووستري جونرل حول القرب التوصل إلى صفقة بين السعودية وإسرائيل لتطبيع العلاقات جون كوربي منسق لتستوالة الاستراتيجية في مجلس نامي القومي قال بأنه لا يوجد إطار عمل حتى الآن بعكس ما ورد في هذه التسريبات وأن المفاوضات جارية والولايات المتحدة تدفع الطرفين باتجاه التوصل إلى اتفاق لكن الولايات المتحدة أيضا والبيت الأبياد لا يريد أن يخوض في التفاصيل لسيما ما يتعلق بالضمانات الأمنية التي تحدثت عنها الصحيفة للسعودية من قبل الولايات المتحدة تعهد السعودية بالحد من التقاربها مع العسكري والاقتصادي مع الصين ضمانة من جانب إسرائيل بما يسمح بإقامة دولة فلسطينية وسماح الولايات المتحدة أيضا بالمقابل في طارد الصفقة للسعودية بالحصول على التقنوية المدنية البيت الأبيد يقول أنه من المبكة الحديث عن التفاصيل والمفاوضات جارية ويتوقع أن استواجه الكثير من الصعوبات والتحديات نظرا لحساسية العلاقات بين البلدين إلى خليل بن طويلة خليل وزير الخارجية الجزائر في واشنطن نعم حيدر وهو كذلك زيارة كانت ربما مبرمجة حتى منذ قبل الانقلاب في النيجر ربما كانت مبرمجة في الوقت الذي انتخبت في الجزائر كي تكون عضوا غير دائم في مجلس الأمن في نيويورك ولكن الزيارة اليوم من خلال اللقاء الأول بين أحمد عطاف وزير الخارجية الجزائري وأنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي في مقر وزارة الخارجية في واشنطن من خلال هذا اللقاء بدأ واضحا بأن الرجلين سوف يتعرضان بشكل دقيق ومفصل للمسألة في النيجر للتوتر في النيجر وكذلك التوتر في منطقة الساحل التي طبعا انضمت النيجر إلى مالي المتوتراء أصلا وبالتالي من خلال ما قاله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قال بأن سيكون لنا تنسيق كبير مع الجزائر الجارة الجغرافية الجارة الكبرى بنسبة للنيجر سيكون لنا تنسيق كبير خصوصا بعدما تسلم الجزائر هذا المقعد الخاص بمجلس الأمن كعضو غير دائم كما قال بأننا نعتمد أو ننظر إلى الجزائر كشريك في مهم في مسألة الأمن في منطقة الساحل وكذلك الأمن فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب من جانب الوزير الجزائري أبدأ الكثير من الارتياح خصوصا في مسألة التعاون الأمني ثم ذهب الرجلان في اجتماعات ربما ستأتي بنتائجها لاحقا ولكن الواضح أن بلينكين يركز بشكل كبير جدا على مسألة النيجر خصوصا وأن وزارة الخارجية كشفت اليوم عن تفاصيل مهمة تتعلق برفض الإنقلابيين في النيجر بإعطاء الولايات المتحدة ونولند نائبة وزيرة الخارجية أعطاء ضمنات حول حياة محمد بازوم الذي الرئيس السابق لنيجر وكذلك عائلته وأيضا رفض الإنقلابيين السماح لنولند أن تلتقي برئيس المخلوع وكذلك الرئيس الذي عين نفسه محمود تشاني أذهب إلى نيويورك وطوني نداف من هناك طوني جلسة مجلس الأمن إذن بشأن السودان نعم حيدر ولكن قبل الحديث عن هذه الجلسة التي عقدها مجلس الأمن بشأن السودان أود أن أبدأ بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سفيرة ليندا تومس كرينفيلد فور انتهاء هذه الجلسة وأتلت بيانا جاء فيه أن الولايات المتحدة كانت تتوقع مشاركة وإحاطة من قبل الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان أن يقدم إحاطة في هذه الجلسة ولكن الولايات المتحدة علمت فيما بعد أن الحكومة السودانية قد هددت بإنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة في السودان إذا شارك فوركر بيرتس في هذه الجلسة وقالت السفيرة الأمريكية أن هذا تصرف غير مقبول وأنه مرفوض وأن هذا الأمر ينبغي أن لا يكون أي بلد قادرا على اتخاذ مبادرات أو تصرفات من هذا النوع أو إسكات أي متحدث من أي مداخلة ومنعه من تقديم مداخلاته وخاصة في إطار عمل الأمم المتحدة وفي غياب مشاركة فوركر بيرتس الممثل الخاص استهلت هذه الجلسة التي عقدها مجلس الأمن صباح اليوم بشأن السودان بمداخلة قدمتها مساعدة الأمين العام لشؤون السياسية وبناء السلام في القارة الإفريقية مارثا ما بويبي التي شددت في مداخلتها على الأوضاع الأمنية المتدهورة في دارفور وحذرت من أن هذه الصراعات تعيد فتح جروح صراعات عرقية سابقة قد تهدد بإغراق البلاد في صراع عرقي طويل الأمد قد يكون له أيضا تداعيات إقليمية كما رحبت بالمفاوضات والمبادرات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة لتسهيل المفاوضات بين طرفي النزاع للوصول إلى حل لوقف القتال وأيضا حذرت من موضوع استمرار استهداف البنى التحتية المدنية والمدنيين بهجمات طالبت بوقفها فورا طويل نداف من نيويورك وخليل بن طاولة من واشنطن وهيشان برار من البيت الأبيض شكرا جزيلا لكم جميعا